بمشاركة دولة فلسطين اختتم المجلس الوزاري العربي للسياحة أعمال دوراته الخامسة والعشرين بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بالاتفاق على دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية في القدس هناك تضامن كبير من المجلس كان مع فلسطين هناك دعم غير محدود لقطاع السياحة ان شاء الله في المرحلة القادمة سيكون هناك تعاون مستمر ما بين فلسطين والدول العربية من أجل تبادل الخبرات وتطوير هذا القطاع بشكل كبير دعم القطاع السياحي الفلسطيني وتدريب الكوادر السياحية العربية خصوصا في مجال التحول الرقمي وتوحيد الإجراءات الصحية على الرأس أولويات خطة عمل وزراء السياحة العرب خلال المرحلة القادمة فلسطين كانت حاضرة في هذا الاجتماع وتم اتخاذ القرار الذي متعلق بدعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال السياحة هو قرار موفق وحظي بإجماع جميع الدول العربية ندعم الاقتصاد الفلسطيني والمعارض الفلسطينية ونساهم في تدريب الكوادر الآثارية مستعدون لتقديم كل الخدمات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني في مجال السياحة خطة طريق واستراتيجية عربية أقرها الوزراء العرب أكدت على ضرورة الاستجابة الجماعية للعمل العربي المشترك والمنتج والتعاون الوثيق لتجاوز التحديات وتعظيم المنجزات تتعدد الاجتماعات ويبقى العنوان مطروحا دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية في القدس ومع إعادة طرح العنوان يعود الأمل من جديد أن يكون هذا الطرح هذه المرة مصحوبا بتنفيذ فعلي فوق الأرض الفلسطينية نجويوني سليفزيون فلسطين من مقر جامعة الدول العربية القاهرة